موسيقى 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 السلام عليكم اليوم نروح الولايات تاوهران لنقف على العمليات تاعتدشين تاعتدشين الخطوات الأولى للمركب المستقبلي لتركيب السيارات واللي فيه يعني حبيت نأكد بعض الأمور المهمة جدا واللي ما تكلمتش عليها وسائل إعلام بصفة عامة إذن أولا هذا المصنع الذي تم تتشينوه اليوم يتعلق بعمليات تاعتدشين محظاكي مكانت المصانع اللي كانت من قبل وعلى لاش لأنه ما شفناش لشاندو مونتاج ما كانش لشاندو مونتاج انتعت السيارات إذن هذا يعتبر مصنع للتركيب وهذه أمر طبيعي هذه المرحلة الأولى انتع المشروع هذا اللي في المستقبل نزيل نأكد لكم لما كان شركة في العالم تعطيك أنت تصنع سيارة ولا تصنع ماركة بطريقة مباشرة فيه مراحل لازم تمروا عليها وهذا المشروع فيه ثلاث مراحل إذن هذه المرحلة الأولى واللي تتعلق بعمليات التركيب انتع السيارات واللي المصنع هذا أو المركب المستقبلي سوف يتم توسعته إلى ثلاثة أضعاف ثلاثة أضعاف مما هو عليه الآن في غضون الزوج سنوات المقبلة إلى مدى 2026 يكون فيه مركب حقيقي لصناعة سيارات هذا جنب الأول جنب الثاني هو عمليات المناولة فيه وهذا إيجابي جدا في هذه السنوات الزوج سنوات هذه المقبلة سوف يكون فيه إدماج ما لا يقل عن 20 شركة مناولة جزائرية تمت يعني الاعتماد عليها والمصادقة عليها من طرف شركة فيات وفي هذه الشركة المناولة سوف يتم إنشاء مصانع لها مخصصة لها بالقرب من المركب هذا انتع فيات في سنوات الزوج سنوات هذه المقبلة لتساعد في تشارك وتساهم في عملية الإدماج تنتعى الشركة تنتعى السيارة هذه يكون فيه عن طوض الانتغراسيون يكون على حدود يعني 45% في سنوات المقبلة وهذا هو الأمر جيد إذن هذا المشروع فيه مراحل وإحنا رأينا في المرحلة الأولى إذن ما نتقلقوش وما نبقوش نكريتيكي وتعليقات وكذا وكذا وهذا التركيب وهذا مكان والو هذا مشروع يمتد على مراحل والمرحلة الأخيرة سوف يتم صناعة سيارة فيات في الجزائر بطريقة يعني صناعة ومش التركيب إذن خليكم تابعوا الفيديو هذا اللي يوضح بعض الأمور وكذلك نصبره وإن شاء الله تكون فيه المزيد من الشركات والماركات خاصة أنا أنصح السلطة العليا في البلاد بالتوجه إلى السيارات الصينية اللي عندها مستقبل كبير في العالم واللي راهي الصين أصبحت رائدة في إنتاج السيارات لابد نتوجه إلى الشراكة الجزائرية الصينية في مدن إنتاج السيارات وكذلك ننشأ مصانع في ولايات أخرى لتكون فيه تكافؤ في الفوار ستعى العمل وأتركهم في العقلاء وحفظ ستعى العقلاء اشتركوا في القناة